مشاهدين في فقرة فنجان قهوة في هذا الصباح رح نتناول واقع في العراق واقع للأسف لربما مؤسف رح نصلت الضوء على القضايا على الأسباب والمسببات لما وصلنا إلى هذه الحالة هنتحدث عن السياحة في العراق يعني بالرغم من أنه العراق يمتلك الكثير من المعالم السياحية الحضارية التاريخية لربما حتى الدينية الكثيرة إلا أننا نقف عاجزين عن تسليط الضوء أمام موضوع تطوير هذه السياحة وجذب السياح حتى من خارج العراق لإفتقارنا طبعا لكثير من الأسباب والمسببات لهذا حننناقش هذا الموضوع مع مختص في هذا الشعب لكن اليوم رح نروح إلى شمال العراق وحرح نشوف الأسباب التي تتناول القضايا والأسباب والمسببات في مثل هذه الحالة فيما يتعلق بتطوير السياحة في العراق حيث أن التزلج على ثلوج رياضة طبعا جديدة في العراق لتتوافد العوائل والسياح حتى إلى جبل كورك في أربيل لاغتنام الفرصة وحضور الموسم الثاني للتزلج إذن عن هذا الموضوع نتابع هذا التقرير ما إن انتصف النهار حتى انطلقت فعاليات المهرجان الثاني للتزلج على ثلوج فوق قمة جبل كورك في أربيل لتطفي بهجة الحضور رونقا على جمال الطبيعة الخلابة الفعالية التي أقيمت اليوم على قمة جبل كورك لها أكثر من استفادة أولا تشجيع هذه الرياضة بالإضافة إلى ذلك تشجيع السياحة الشتوية في إقليم كردستان رياضة جديدة على العراق بادرة فرضتها طبيعة الإقليم كتشجيع على إحياء السياحة الشتوية التي بدورها تعد عامدا للتغلب على شيء من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد الناس معطلة اللي عنده دوام اللي عنده شغل جايب عائلتها جايب أطفالها ديتونس لأن هسا شتة مكانات سياحية قليلة مو مثل الصيف فتشوف الأجواء حلوة اليوم ما شاء الله الجوهم حلو شمس وبعدين اليوم أكو موسم تزلج إحنا عدنا هنا يعني كل سنة يسو والله مسابقة حلوة وفادي جديد يعني جينا هاي الموسم الثاني ما التزلج وفادي جديد يعني بالعراق وحلوة ومتوانسين جمال الثلوج آنست زائريها قرصاتها فقصدته العوائل كسياحة وانتظار لانطلاق السباقات التزلج كترفيه يوافق إجازة المدارس نصف السنوية جميلة جدا جو يعني أحلى من الربيع حلو يعني شفنا مناظر خلابة كنا محرومين منا بصراحة فطرة حب الحياة كانت دافعا لإحياء رياضات ووسائل ترفيهية تعطي للسياحة واجهة أجمل ومردودا اقتصاديا أو فر إذن مشاهدين الحديث أكثر عن هذه التفاصيل معنا من أربيل محمد زنجنة المنسق الإعلامي لهيئة السياحة في أربيل صباح الخير محمد أهلا وسهلا هنادي صباح الورد صباح الأنوار يعني جميل جدا أنه نشوف المناظر السياحية في العراق في شمال العراق في جنوب العراق نملك الكثير من الثروات نملك الكثير من الحضارة والمناظر الجميلة لكن نبقى نقول أنه أحنا في العراق نقف عازين عن تطوير الأماكن السياحية في العراق عن جذب الكثير من اللي ربما عامل اقتصادي تكون داعم لخيرات وثروات البلد لكن يبقى عندنا ملف السياحة متأخر قليلا برأيك كيف هو واقع السياحة في أربيل وكيف تم تنشيطه في الفترة الأخيرة نعم أولا تحية لشخصك الكريم وجميع العاملين في القناة وبياني باش تعني صباح الخير طبعا بالكردي في أقليم كردستان هناك مقاومات كبيرة جدا وكثيرة للسياحة ولكن للأسف بسبب السياسات الخاطئة للحكومات السابقة قبل 2003 هذه الملفات لم تنجز بالشكل المطلوب وحتى بعد الانتفاضة وبعد سقوط النظام السابق لم تكن هناك فرصة كبيرة جدا والسياحة اقتصرت فقط على فصل الصيف وبشكل غير منظم يعني كل واحد مثلا يأخذ عائلته ويروح على أماكن سهول أو جبال أو وديان وفصل الربيع وحتى نهاية الصيف كان فقط هو فصل خاص للسياحة في حين أنه لمعلوماتكم من خمسينيات القرن الماضي وعندما كان الانجليز مسيطرين على المنطقة بشكل كامل كانت هناك مسابقات للتزلج تقام في كردستان في منطقة حاج عمران ولكن هذه المسابقات توقفت بسبب الظروف السياسية بالإضافة إلى ذلك هناك مشاريع سياحية كبيرة كانت قيد الإنجاز مثلا ربط السليمانية بأوروبا عن طريق سكة حديد هذا أيضا لم ينجز بالإضافة إلى ذلك حديقة قلكند التي ترمم حاليا في ستينيات القرن الماضي عندما كان المرحوم عبد المنعم المصرف محافظا لأربيل نفذت بالتعاون مع صندوق الغذاء العالمي إذن كل هذه المشاريع ليست بالجديدة ولكن السياسات هي التي أجلت هذه المسائل السياحة الشتوية في أقليم كردستان أعتقد كانت مبادرة جميلة جدا ورائعة من قبل هيئة السياحة في أقليم كردستان نفذت لأول مرة عام 2014 من خلال مهرجان التزلج على الجليد آنذاك كانت أربيل عاصمة السياحة العربية على مستوى أكثر من 20 دولة عربية ولكن للأسف أيضا الحكومة العراقية عندما قطعت حصة الأقليم من الموازنة العامة العراقية هذه المسألة لم تستمر وعندما نفذنا الجزء الثاني أو الموسم الثاني من هذه المسابقة كانت المسألة فقط قطاع خاص وشركات ولمعلوماتكم هناك أيضا في العشرين من هذا الشهر يعني عشرين نشباط إن شاء الله مسابقة أخرى أو عرض آخر للتزلج على الجليد في منطقة حاج عمران ولكن هذه هي تابعة للقطاع الخاص وتحاول حكومة تقليم كردستان عن طريق هيئة السياحة المشاركة لدعم هذه المسابقة يعني هناك خطوات عملية لتنفيذ مثل هذه المشاريع لجذب السياح لزيادة خل نقول إقبال الناس على مثل هذه المناطق يعني مثل ما قلت وذكرت إنه فصل الشتاء فصل لربما قصير في العراق لكن هي طريقة جديدة خطوات معناها هناك عملية جميلة لاتخاذها وتم اتخاذها حتى تجذبون مثل هذه النوع من السياح برأيك يعني هل تتم هذه الطرق أو الخطوات بالتعاون مع هيئة السياحة أم مع وزارة السياحة أم مع شركات خاصة كيف يتم التنسيق مع هذه الجهات حتى نقدر نوصل إلى مرحلة متطورة ونقول إنه العراق بالفعل أصبح مكان لملاذ العراقين على الأقل إنه يستمتعون في وقت معين من السنة نعم منذ التشكيل السابع لحكومة أقليم كردستان الحكومة مهتمة بالقطاع السياحي اهتماما من قطع النظير لأن الحكومة كانت تنظر نظرة بعيدة وعميقة جدا أنه لا يمكن الاعتماد فقط على البترول في زيادة العوائد لأقليم كردستان لذلك القطاع السياحي بالإضافة إلى الاستثمارات كان من أهم أولويات حكومة أقليم كردستان وزارة البلديات والسياحة أيضا تهتم في خطواتها وخططها بهذه المسألة حتى السياحة الشتوية لا نستطيع أن نقول أنه في كردستان كانت معدومة لا لكن كانت مقتصرة على فقط من يعيش في أقليم كردستان ومن يكون ضيفا أو يحل ضيفا على أقليم كردستان بالصدفة يعني وكانت هذه السياحة غير منظمة يعني أهم جزء من أجزاء الفلكلور الكردي هو مسألة العراك بالثلج يعني مسألة هذه اللعبة أو هذه الرياضة هي جزء من الفلكلور الكردي لكن حكومة أقليم كردستان ربطت الفلكلور بالحاضر بمسائل التطور التكنولوجي ونتجت منها هذه المسألة يعني أنا مثلا تكلمت مع متسابقين ضمن هذا المهرجان من سلوفينيا من الولايات المتحدة من أستراليا كانوا يقولون بكل صراحة المقاومات قوية جدا في أقليم كردستان ونتمنى أن تكون هناك مسابقات تستضيف الفرق الدولية والفرق العالمية للمشاركة في هذه المنطقة أولا للتعرف على كردستان جغرافيا وبالإضافة إلى المقاومات الأخرى للأقليم ثانيا زيادة عوائد لأقليم كردستان وعدم الاعتماد عن نفط ثالثا وهو الأهم تشجيع هذه الرياضة التي ليست لها جماهيرية طبعا هي رياضة جديدة في أقليم كردستان مثل ما قلت بالخمسينات كانت موجودة لكن موسم واحد تم تنفيذها بإشراف الإنجليز وقد نسيت هذه الرياضة تماما بالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من المشاكل التي تعترض المشاكل إذا كانت نفسية أو سياسية أو اقتصادية تعترض هذا الأقليم وتعترض المواطن في الأقليم هذه ستكون وسيلة ترفيه لهذا المواطن بالإضافة إلى ذلك استقطاب عدد أكبر من السياح وخصوصا من جنوب العراق هذه المنطقة معروفة بحرارتها الشديدة طيلة أيام السنة حتى بالشتة تقريبا فيها درجات حرارة عالية لذلك كل هذه المسائل تشجع حكومة أقليم كردستان على المضي قدما في تحقيق هذا الهدف والأهم من كل ذلك التعاون مع الإعلام يعني مشكورة الهيئة العامة للسياحة في الأقليم تنسق دائما مع الإعلام وخصوصا الإعلام العراقي العربي الأجنبي لتغطية هذه الفعاليات ونتمنى أن تستمر هذه المسألة يعني وصلنا إلى نقطة مهمة حضرتك أشرت إلى دور الإعلام إلى دور الترويج أيضا عن هذه المناطق نحن بالفعل بحاجة إلى الترويج عن المناطق الآمنة يعني على الأقل إنه ما يخدم قليم كردستان إنها منطقة آمنة ممكن لأي سايح حتى من خارج العراق إنه يأتي إلى مثل هذه المناطق الاستمتاع بالكثير من المعالم الجميلة الحضارية المناظر الطبيعية الموجودة في الشمال دور الإعلام برأيك كيف تعطي لهذا الإعلام المساحة كيف ممكن أن نهتم بهذا القطاع حتى نروج لمحافظاتنا الآمنة على الأقل نعم طبعا أتشرف أني كنت أقود حملة لدعم السياحة في كردستان تحت مسمى هاشتاك داعمون للسياحة في كردستان وما زلنا مستمرين والحمد لله بالتعاون مع الزملاء والأصدقاء وبدعم كامل من قبل هيئة السياحة في الأقليم والمديرية العامة للسياحة في أربيل وأحيي الأخوة على دعمهم الكامل لوسائل الإعلام في تغطية هذه المسائل الإعلام دائما كان السلاحا ذو حدين يعني يستطيع أن يروج لمسألة معينة ترويجا إيجابيا ويستطيع أيضا أن يروج له ترويجا سلبيا نعم الهيئة هيئة السياحة في الأقليم برغم من كل المشاكل التي تعترض طريقة وبرغم من كل المشاكل التي تعترض طريق الإعلام هي ما قصرتوية الإعلام بكل صراحة يعني في كل مبادرة نقدمها لهيئة السياحة دائما لازم الإعلام يكون موجود دائما الإعلام الأجنبي والعراقي والعربي أيضا له الأولوية في تغطية كل هذه الأنشطة الموجودة في الأقليم الأنشطة السياحية أذكر أنه في فصل الصيف الماضي كانت لنا زيارة لبارزان وزيارة مزار الخالدين المرحومين القائد مصطفى البارزاني والشهيد إدريس بارزاني كانت لنا زيارة لكهف شاندر كانت لنا زيارة لمناطق في حاج عمران الثلج يبقى فيها حتى في أحر أيام الصيف يعني أعلى درجة حرارة تسجل في هذه المنطقة هي 24 درجة مئوية إذن كل هذه المسائل لا يمكن التسويق لها ولا يمكن نجاحها بدون الإعلام يعني إذا ما شاف المشاهد كل هذه المناظر الطبيعية كل هذه المقومات عن طريق الإعلام وخصوصا ما شاء الله القناة قنوات الفضائية موجودة الفيسبوك والسوشيال ميديا موجودة الاتصالات المباشرة عن طريق الأنترنت موجودة إذن كل هذه المقومات شجعت الإعلام على تغطية كل هذه المسائل بالإضافة إلى الوسيلة الترفيهية يعني في هذه الفترة للأسف الأخوة الإعلامية دائما إما كانوا في الجبهات أو في الحروب أو تغطية أخبار الحروب مسائل السياسية فهذه فرصة أيضا للترفيه عن نفسهم يعني الإعلامي أيضا إنسان وعندما يكون الإعلامي في هذه الأنشطة الترفيهية يشعر بالراحة النفسية التي يمكن أن يبدع فيها في تقرير تتصيد دائما في الماء العالم يعني أبشرك محمد إنه أحنا في كل حلقة من حلقات شمس الفلوجة أو خلي نقول مرة في الأسبوع إنه دائما نصلط على واقع أربيل على المناطق السياحية قلعة أربيل كان لها مكان كبير في شمس الفلوجة وتعريف بيها وعن حضارتها وعن تاريخها أحنا عن قلعة أربيل مثلا أنا صرت متلهفة إنه أشوف قلعة أربيل ومن زمان مزرتها فأنا واحدة من الناس التي أصبحت راغبة إنه إن شاء الله أزور أربيل أو أزور المناطق الشمالية في العراق يعني أيضا هل هناك إحصائية تخص عدد الزيارة وعدد السياح إلى هذه المناطق؟ طبعا أولا تنورين كردستان وتنورين أربيل إن شاء الله قريبا إن شاء الله لما تجيين الأربيل راح تكون لك زيارة خاصة أكيد لقلعة أربيل حتى تشوفين كل ما هو جديد من مشاريع في هذه القلعة خصوصا المحل الجديد والكازينوهات الموجودة بالإضافة إلى محلات لبيع الأحجار الكريمة والمناطق التاريخية والمناطق التي كانت ردمت في ستينيات القرن الماضي لإخفاء العمارة الكردية في هذه المنطقة وأعيد بناءها مرة أخرى بالنسبة للإحصائيات حتى الآن لا أعتقد توجد إحصائيات واضحة وواقعية لأن دائما الإحصائيات بين ستة شهر أو بين ثلاثة شهر تكون موجودة لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية ولكن في أحدى المؤتمرات الصحفية للسيدة نوروز وزيرة البلديات والسياحة قالت أنه في أول ستة شهر من عام 2016 العائدات السياحية في إقليم كردستان كانت ضعف عائدات 2015 و2014 لأن السياحة في هذه الفترة بالضبط كانت سياحة شتوية وسياحة صيفية بالإضافة إلى ذلك كل فرد أتى إلى أقليم كردستان يعني صرف له فيما لا يقل عن 400 و450 دولار في هذه المناطق السياحية لأنه عدا جبل كورك الذي يستقطب السياح صيفا وشتاء عدنا بيخال وعدنا جنديان وبالمناسبة بيخال هناك مشروع لعادة ترميمه سوف يكتمل بإذن الله خلال السنة القادمة بسبب أن الكابينات كانت فيه قديمة يعني منذ الستينات أو السبعينات أعيد ترميمها بإشراف من قبل وزارة البلديات والسياحة بالإضافة إلى ذلك هناك مشاريع أيضا جديدة سياحية في الطريق إلى التنفيذ ولكن الأزمة المالية أحيانا تقف حائلا دون تنفيذ هذه المشاريع ولكن نستطيع أن نبدأ بمشاريع صغيرة ونطور المسألة شيئا فشيئا إلى أن تحل المسألة أو الأزمة الاقتصادية طيب يعني إن شاء الله أكيد محمد أحنا متلهفين أنه نسمع أيضا تحضيراتكم لنوروز وعيد الربيع هل هناك برامج؟ طبعا هناك دائما من يوم 11 آذار وحتى 20 آذار في كل عام هذه الأيام تكون خاصة في أربيل يعني هذه الأيام يحتفل بها شعب كردستان بأغلب المناسبات السعيدة والحزينة التي حصلت على شعب كردستان مثلا عندنا 11 آذار يوم توقيع اتفاقية آذار بين الحكومة العراقية والقيادة الكردية ويوم أيضا تحرير أربيل من الدكتاتورية بعد الانتفاضة عام 1991 عدنا 16 آذار ذكرى قصف حلبتشة عدنا مثلا 20 آذار شعلة نوروز وهكذا يعني كما سمعت من بعض المسؤولين في محافظة أربيل هناك تحضيرات لإعادة هذا المهرجان في هذا العام مرة أخرى خلال العشرة أيام الأخيرة يعني من شهر آذار وبالتأكيد شعلة نوروز سوف تكون موجودة في يوم العشرين من آذار بإذن الله في أحدى باركات أقليم كردستان والجميل أنه في العام الماضي يعني الشعلة ما كانت شعلة واحدة في بارك شاندر كانت أكثر من شعلة لتفادي الإزدحامات وليكون هناك أكثر من مجال للإعلاميين للتصوير فهناك فعلا تحضيرات للاحتفال بعيد نوروز حسب ما سمعت من الأخوة في محافظة أربيل هناك أيضا فرق سوف تشارك في الفعاليات وهناك أيضا فعاليات فنية رياضية ستقام في هذه المسألة بالإضافة إلى استذكار لبعض الذكريات التي حصلت يعني شهر آذار هو شهر شعب كردستان بجيده وبسيئه وبإيجابياته وبالسلبيات إن شاء الله ستكونون موجودين أيضا في تغطية هذه الفعاليات يعني محمد نتمنى أنه ليس فقط شعب كردستان من يحتفل بمناسبات نتمنى كل الشعب العراقي يحتفل ونكون كنا بنفس المكان ونكون كنا في الفرحة يعني موجودين الآلية في أيضا خلي نقول جذب المواطنين العراقيين من باقي المحافظات أيضا لربما تكون هناك بعض العوائق أمام الكثير من المحافظات الجنوبية من بغداد أو غير محافظات يعني هل هناك سيتم خلي نقول قليل إزلال قليل من العقبات أمام زوار وزيارة هؤلاء المواطنين العراقين الذين طبعا مو يعتبرون من إقليم كردستان من خارج الإقليم هل هناك آلية جديدة للتعاون في هذا المجال؟ طبعا من 2014 مسألة السياحة يعني عندما قل عدد السياح السبب لم يكن فقط إقليم كردستان يعني نحن نتذكر أنه ست محافظات كانت محتلة من قبل إرهابي داعش أطراف كاركوك كانت مهددة من قبل إرهابي داعش ومو كل واحد يقدر يجي لإقليم كردستان بالطيارة يعني لا يوجد هناك الكثيرين من ميسوري الحال إذن الطرق كلها كانت مهددة يعني الطرق في أطراف كاركوك العظيم مثلا الديالة هذه المناطق كلها كانت مهددة وكل من يأتي لإقليم كردستان لازم يمر من بغداد يعني حزام بغداد أيضا كان تحت تهديد لو لا أنه نعم كان مهدد لو لا أنه بشيئة الله سبحانه وتعالى أبعدت هذه المنطقة عن القطر شيئا فشيئا عندما زال الخطر وعندما تحررت هذه المحافظات زاد عدد السكان وفي كل عام في موسم السياحة هناك تسهيلات تقدم من قبل المحافظة ومن قبل قوات الأسائج لدخول السائحين وهناك شركات سياحية لها تنسيق كامل مع حكومة تقليم كردستان مع هيئة السياحة مع المديرية العامة للسياحة في أربيل وهناك أيضا أوفرات خاصة عروض خاصة من قبل الشركات السياحية تستقطب السياح بثمن رخيص جدا بالمقابل هناك أكثر من مكان يستطيع هؤلاء السواح زيارته وبالإضافة إلى ذلك هناك تسهيلات للدخول للعوائل مثلا للشباب وهناك أيضا حسب ما سمعت خطة بالتعاون مع المحافظة ومع قوات الأسائج ومع هيئة السياحة لفتح الباب وفتح المجال أمام أكبر عدد من العوائل لدخول أقليم كردستان وخصوصا مدينة أربيل التي تتمتع بأكثر من مقوم للسياحة لذلك إن شاء الله سوف تكون هناك هذه التسهيلات موجودة ولكن أيضا أحب أن أنوه لموضوع معين هناك شركات سياحية وهمية أحيانا تقوم بخداع الناس أحيانا تقوم بسرقة أموالهم بحجة أنها سوف تأخذهم لإقليم كردستان للمناطق السياحية أول ما يصلوا لأربيل أو الإسليمانية أو لدهوك يتركوهم ويروحون هذه المسألة واجهناها في العام الماضي تقريبا في أكثر من حالة ولا أحب أن أذكر أسامي الشركات ولكن أتمنى الجهات المسؤولة تكون متنبهة لهذه النقطة وأن لا يتم التعاون مع شركة سياحية إلا إذا قدمت كل أوراقها الثبوتية ويتم التأكيد من ذلك عن طريق المؤسسات الحكومية الموجودة في بغداد تقريبا هي فقط هذه المشكلة الوحيدة لكن المشكلة من قبل حكومة تقليم كردستان تقريبا تم إزالتها وهناك تسهيلات وخصوصا لدخول العوائل لأن إقليم كردستان هو اللي يريد يستقطب أكثر عدد من السياح وقوات الأسايش تحميهم أولا ومن ثم تحمي إقليم كردستان لأن كما تعرفون أن الأمن هي نعمة من رب العالمين وإذا زالت هذه النعمة لا إحنا ولا باقي المواطنين راح نقدر نتهنى في هذا الجو المشحون بالإرهاب وبالحروب وبكثير من المشاكل التي تواجه المنطقة جميل جدا يعني بالفعل أشرت إلى موضوع مهم هو الأمن يعني إذا ما كان عنصر الأمن موجود أكيد لن تكون هناك سياحة لن يكون هناك تمتع في مثل هذه المناظر الجميلة طيب يعني محمد هل هناك استعدادات خلي نقول خطوات أيضا ثانية لاتفاق مع الحكومة العراقية بيأكملها حتى يكون هناك تعاون وترابط فيما يخص المناطق السياحية ما بين الشمال والجنوب ليس فقط حصر هذه المناطق السياحية في الشمال فقط بل أن يكون هناك جذب أكثر من الجنوب من الوسط من المناطق الأخرى يعني هل سيكون هذا المضمار مفتوح؟ للأسف الحكومة العراقية في كل المجالات ما عدا المجال العسكري أن نشوف تنسيق وتعاون عسكري بين الجيش العراقي وقوات الفيشمرقة في هذه الحرب الأخيرة لتحرير الموصل لا يوجد أي تنسيق وتعاون بين الحكومتين في أي من المجالات الحكومة العراقية للأسف تتغاضى من كل هذه المسائل وعندما نرى هناك تعاون سياحي فهو على مستوى القطاع الخاص وبدعم من حكومة إقليم كردستان فقط وإلا لا ضير ولا مانع من أن المواطن من كردستان يذهب إلى الأهوار ويزور الأهوار ولا ضير من أن يأتي المواطن من جنوب العراق ضيفا عزيزا إلى أقليم كردستان ويطلع على كل ما هو جميل وما هو جديد في مجال السياحة في أقليم كردستان لكن للأسف الحكومة العراقية لا تقوم بواجبها حول هذه المسألة في حين أنه لهيئة السياحة في أقليم كردستان اتفاقيات مع شركات كويتية شركات إماراتية شركات مصرية في الآونة الأخيرة شهدنا رحلات بين أربيل وتونس رحلات بين أربيل والكويت رحلات بين أربيل والقاهرة وهناك أيضا تنسيق برحلات مباشرة بين أربيل وشرم الشيخ وبدعم من الحكومة يعني حكومة أقليم كردستان وهيئة السياحة إذن لا ضير من الحكومة العراقية أنه تكون جزء من هذه المسألة سؤال أخير يعني أيضا أهمية المهرجانات التي تقام في أربيل في جذب الناس من خارج العراق مهرجانات شفنا مهرجان الكتاب مهرجانات أخرى تخص الكثير من العروض الكثير من الأشياء الفكرية لربما الأدبية يعني إلى أي مدى تساهم أيضا هذه في رفع مستوى السياحة في هذه المنطقة طبعا كان هناك أيضا ملتقى للسينما سينما أفلام ضد الإرهاب عقدة أو يعني تم في أربيل في الأول والثاني من شباط وشهدنا في مشاركة وفد مصري كان فيه الفنان الشيرين والفنان مسعد إمام وكثير المخرج هاني لاشين الكثير من الفنانين المصريين كانوا موجودين في أربيل وهناك أيضا ورشة عمل سينمائية بين الجهات المختصة فنيا في أربيل وفي مصر لحول هذه المسألة بالإضافة إلى ذلك أشرت إلى معرض الكتاب الذي كان موجود في أربيل في أبريل الماضي يعني أبريل 2016 هناك أيضا مهرجانات تستضيف فرق شعبية من أوروبا ومن أمريكا ومن كل أنحاء العالم هناك الصباقات ماراثون تقام في أربيل بمشاركة فرق أجنبية كل هذه المسائل تساهم في تعريف إقليم كردستان على الضيوف بالإضافة إلى ذلك تستقطب هؤلاء السياح كما توفر العوائد المادية ولكن بالنسبة للعوائد المادية أعتقد أننا في الخطوات الأولى لذلك يجب أن تقدم الحكومة في كردستان تسهيلات كثيرة جدا على الأقل في الخطوات الأولى لاستقطاب هؤلاء السياح وبعد نجاح العملية نستطيع أن نشعر بالعوائد المادية الكبيرة المصاحبة لهذه المشارع ولكن في كل هذه الأمور هناك أهمية كبيرة وواضحة اقتصاديا سياسيا جغرافيا إنسانيا لتعريف الإقليم بالمناطق الأخرى ولكي نستقطب عدد كبير من الزوار يعني نجاح الإمارات مثلا أين يكمن نجاح الإمارات؟ هناك تقريبا 200 قومية وجنسية موجودة في الإمارات وهم يعيشون بسلام وأمان وبدون أي مشاكل إذن إقليم كردستان أيضا يمتلك مقاومات من الممكن أن تكون أحسن بكثير من دول المنطقة فلا ضير من استغلال هذه المسائل والابتحاد عن مسألة البترول لأن البترول كان دائما شكل مشكلة كبيرة للمنطقة ولإقليم كردستان تحديدا وأن لا نعتمد عليه بالإضافة إلى ذلك هناك القطاع الزراعي هناك القطاع الصناعي يجب أن نعمل على تطوير كل هذه المسائل وعن طريق السياحة نستطيع التعريف بكل هذه القطاعات للسائحين الذين يزورون إقليم كردستان ويستطيعون تكوين فكرة واضحة وقوية وصريحة حول هذا الإقليم في كل المجالات إذن هذا المجال هو باب مفتوح على مصراعيه وعلى حكومة إقليم كردستان أن تستمر في هذا الطريق إلى حد الوصول يعني الحمد لله إنه نقول ما زلنا نرى أشياء جميلة ومناظر جميلة في العراق على الرغم من أنه العراق يمتلك الكثير من الثروات والكثير من الأشياء الجميلة لكن أنه نحافظ على عنصر الأمن وعنصر الجمال في نفس الوقت أكيد صار عملة نادرة في العراق طبعا إقليم كردستان جميل جدا في كل أشياء وفي ناسه وفي ضيافتهم شكرا لكم وبارك الله في كل خطواتكم نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله مشاريعكم تتحقق بنجاح وبإثمار على الأقل أنه نقول هناك من يزور العراق من خارجه ويستمتع بأجواءه الجميلة إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق محمد زنقنة المنسق الإعلامي لهيئة السياحة في أربيل شكرا جزيلا لك